جوني ديب مفاجئة المهرجان وريد كاربت خطفوا الأنظار باللون الأسود عرض فيلم شامريخ وتكريم نبيل عبيد انطلق النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر بحضور عدد كبير من نجوم العالم انطلقت النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر بمدينة جدة اللي تقلقوا على ريت كاربت وخطفوا أنظار العالم ومن بين النجوم اللي ظهروا في افتتاح المهرجان النجم جوني ديب والنجم أول اسماث والممثل الهندي رانفير سينغ وشاران ستون والممثلة العالمية المرشحة لجوائز الأوسكر ميشيل ويليامس ومن مصر النجمات نبيل عبيد وأمينة خليل ودين الشربيني ولبلبة وياسمين صبري بالإضافة لنجوم الوطن العربي نكولام عوض وزافر العبدين وهند صبري ومايا دياب وناديم نسيب نجيم وسيطرت على ريت كاربت في اليوم الأول اللون الأسود اللي لبسوا أغلب الفنانين وتقلقوا بفاساتهم أغلبها يحاكي الثقافة السعودية باستخدام غطاء الرأس أشبه بالحجاب ويقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في فترة من 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر ويقدم خلال قائمة من أهم الأعمال في السعودية والوطن العربي والعالم وجهة حفل الافتتاح عرض الفيلم المنتظر حوجن 2023 الفيلم الرومانسي الخيالي السعودي وبيضم المهرجان 11 برنامج تم تنصيق كل واحد فيهم بعناية جديدة من متخصصين عالميين لتقديم أفضل الأفلام السينمائية والتلفزيونية والتفاعلية سواء كانت عربية أو عالمية وبتشمل الأقسام دي مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة وسينما الصعودية الجديدة وروائع العالم وروائع عربية واختيارات عالمية السينما التفاعلية وكنوز البحر الأحمر والسينما العائلية وراء البحر الأحمر ومسلسلات البحر الأحمر كمان من الفعليات سوق البحر الأحمر واللي بيعتبر منصة متخصصة لاكتشاف صناع الأفلام وبيستقبل السوق ممثلين من 46 دولة وبتنطلق فعليتها من 2 ل 5 ديسمبر وبتشمل عدد من الأنشطة زي سوق المشارية وعدد من الندوات اللي بتصطيف الخبراء وصنع القرار وجلسات حوارية مع صنع الأفلام وخبراء الصناعة ومن الفعليات اللي حققت صدى كبير فعالية المرأة في السنمة بحضور نغبة كبيرة من فنانات العرب ونجمات هوليوود للاحتفال بالمواهب النسائية سواء أمام أو خلف الكاميرا في جميع أنحاء العالم ومن أبرز النجمات اللي حضروا الأمريكية شاورستون ومريم أزرالي ويسرى وياسمين صبري ولبلبة ونبيل عبيد ودين الشربيني وأسيل عمران وعلى هامش الفعالية اللي أحيتها النجمة نانسي عجرم ظهرت النجمة نبيل عبيد والنجمة لبلبة ويسرى وشارونستون وهم بيرقصوا على أنغام نانسي عجرم وشهدت الفعالية تكريم النجمة نبيل عبيد اللي أكدت إن دي من أهم وأجمل تكريماتها وقالت التكريم ده جي بالنجمات السنمة العالمية والعربية والمصرية والاحتفال بالمرأة في السنمة وتكمل فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر في جدة وخلال سوق البحر الأحمر بيتم عرض عدد من الأفلام زي فيلم هروب الدجاجة وفجر الناغت والحفل الافتتاحي لفيلم ناقة وفصالة فاكس عرض فيلم الأحد وهو فيلم أسباكستاني بالأضافة للفيلم اللي حقق نجاح باهر في مهرجان كان إن شاء الله ولد وكمان عرض النسخة المرممة من فيلم عفريت ميراتي في الحوارات اللي كانت مع عدد من النجوم زي والاس ماذ وجوني ديب ومن اللقطات اللي حققت روش كبير في يوم افتتاح المهرجان حوار جانبي جمع بين النجمة ياسمين صابري والنجم جوني ديب وانتشر فيديو بعنوان ياسمين وصلة العالمية وظهرت فيه وهي بتعرف جوني ديب بنفسها وتبدل الحوار والدحك وكمان احتفى النجوم وصنع فيلم شامريخ بطولة أمينة خليل وآسر ياسين واخراج عمر سلامة بعرض الفيلم خلال الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر ضمن برنامج روائع عربية ومن المقرر طرح الفيلم في السنما في مصر والدول العربية بداية من يوم 7 ديسمبر